في ظل استمرار ارتفاع وطيرة الإصابات اليومية بفيروس كوفيد 19 في البلاد شهد مستشفى جابر الأحمد ارتفاعا في معدلات دخول الأطفال المصابين بالفيروس إلى المستشفى خلال الأسبوع القليلة الماضية تزامنا مع الانتشار السريع للمتحور أومكرون وبلغت معدلات الدخول اليومي إلى مستشفى جابر ما بين 14 حالة من عمر المواليد إلى 12 عاما بينما بلغ مجموع عدد الحالات التي تحتاج إلى عناية فائقة نحو عشر حالات وجميعهم ممن يعانون من أمراض مزمنة ومنعية موجة أومكرون لم تستثني فئة الأطفال من الدخول إلى المستشفيات في ظل الانتشار السريع للمتحور الجديد ارتفعت معدلات دخول فئة الأطفال المصابين بالفيروس إلى مستشفى جابر الأحمد لتصل نحو 14 حالة يوميا ومعظمهم يعانون من أعراض بسيطة ومتوسطة يستغب المستشفى جابر بصورة يومية من عدد 10 إلى 14 حالة دخول جديدة ولكن أغلب الأطفال يطرقون العناية لمدة يومين إلى ثلاثة ويطلعون من غير مشاكل ولله الحمد مع متوسط حالات بين 30 إلى 40 حالة في الجناح هناك للأسف بعض الحالات التي احتاجت إلى العناية المركزة وصلنا في يوم الأيام إلى عشر حالات أو أكثر من أطفال بسبب طبعا المتحور الجديد يومكرون في العناية المركزة الأطفال المنومين في الأجنحة والعناية المركزة في مستشفى جابر غير محصنين من عمر الموليد إلى 11 عاما ومعظم المرضى في العناية المركزة يعانون من أمراض مزمنة ومناعية لأن الأطفال من الفئة الغير مطعمتهم معرضين أكثر من غيرهم إلى أنهم يمرضون أو يلقطون المرض وبالتالي بعض الأطفال يحتاجون إلى الرعاية الطبية أغلب الأطفال الذي انتهى فيهم الدخول إلى العناية المركزة والحاجة إلى جهاز التنفس اصطناعي والدعم بالأدوية ودعم الدور الدموية بالأدوية كانوا أصلا أطفال عندهم مشاكل صحية ولكن هناك بعض الأطفال عدد غليل الذي لم يكن لديهم أي مشاكل صحية أيضا أدى فيهم المرض إلى دخول العناية المركزة نسبة الأطفال المغير المطاعمين تقريبا صفر في الكويت لأنها 12 وأنزل نحن نتعامل مع فئة الأشهر إلى 12 سنة وللحن هذه الفئة لم تطعمت في دولة الكويت فنطلب من الأهالي الحيطة والحذر مع اقتراب تدشين الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 عوام إلى 11 عاما ستساهم في التخفيف من حدة الأعراض على فئات الإختطار والتقليل من معدلات دخول المرضى إلى المستشفيات الأطفال ليسوا بمنأة عن مخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد وخاصة الفئات الهشة التي تعاني من أمراض مزمنة ومناعية لذا التوسع بدائرة تحصينهم يكسر من حدة الأعراض ويوفر غطاء كبير من الحماية المجتمعية لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت